توصلت حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين فعلياتها تواصل فعلياتها لليوم الثاني على التوالي بكافة أنحاء الجمهورية فقد شهدت محافظة سهاج إقبالاً للمتبرعين منذ الدقائق الأولى لانتلاق الحملة بميدان شبان المسلمين تأتي حملات التبرع برعاية ومشاركة تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومبادرة حياة كريمة والمبادرة الوطنية إبدأ والأكاديمية الوطنية للتدريب إضافة إلى العديد من الكيانات الشبابية وذلك في إطار ما يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يعد بمثابة صوت المجتمع المدني في مصر من دعم وإغاثة للأشقاء في غزة نهاردة موجودين في ميدان شبان المسلمين بمحافظة سهاج ندعو كل الشعب السهاجي للنزول النهاردة ما عدنا من الساعة 10 صباحاً لحد الساعة 9 مساء ودي أقل حجة ممكن نقدمها للشعب الفلسطيني الشعب السهاجي بشكل عام يتابع ما يحدث في قطاع غزة عن كسب كلنا متألمين كلنا مستقيم ما يحدث في قطاع غزة نحن النهاردة في محافظة سهاج يوم الأربعاء في قافلة تبرع بالدم لصالح أخواتنا في فلسطين وغزة القافلة برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة سهاج وبرعاية جميع مؤسسات المجتمع المدني جمعية الأرمان جمعية رسالة مؤسسة حياة كريمة الكينات الشبابية رسالة بنقدمها من محافظة سهاج للشعبنا في فلسطين واخواتنا في غزة أن احنا معاكم ومسندينكم بنتبرع بالدم نحن دمنا واحد نهاردة موجودين لحملة التبرع بالدم لأشقاءنا فلسطينيين جمعية الأرمان ضمن أعضاء التحالف الوطني حاملة دعا عليها التحالف الوطني في كل محافظات الجمهورية ونحن نهاردة موجودين في محافظة سهاج لدعم أشقاءنا فلسطينيين ودعم القضية القضية التي ينادي بها دائما السيد الرئيس والدعم الأساسي فيها السيد الرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإن شاء الله بإذننا موفقين اليوم وموفق التحالف الوطني بإذن الله موجودين نهاردة في ميدان شبان المسلمين في محافظة سهاج بنساند أخوانا في غزة كلنا يعني مستعين جدا للأحداث اللي حصلة ربنا يعديها على خير يا رب احنا بندعو كل أهل سهاج أهل لبلد الكرام أن نحن نساند أخوانا في غزة أقل حاجة أننا نحن ممكن نقدع لهم أن نحن ممكن نتبرع لهم بكيس دم يساعد الأطفال الموجودين في مستشفيات غزة ومستشفيات العريش أنا النهاردة جاءت برع بالدم لأهلنا الغزة وبادعو كل الناس أهل سهاج في مدان الشبان يجي تبرع بالدم دي هدية الأهل لنلغز أقل واجب نقدمولهم